اشتركوا في القناة من ايده خاف جدا وعرفهم ان من سنين طويلة كان في ناس موجودة عندهم في الحانة وبرضو بيتحكوا وبيستمتعوا بوقتهم وجالهم جواب زي ده وكان فيه رمل اسود وساعتها ظهر شخص من العدم وقتلهم كلهم في خلال لحظات وتصدموا كلهم من كلام العجوز وسألوه عن الشخص اللي عمل كده لكن العجوز رفض يقول اسمه وقال لهم ان ساعتها الشخص ده ضربوا بالسف في قلبه لكن بسبب ان هو كان عنده عيب خلقي فقلبه كان موجود في اليمين مش في الشمال وعلشان كده هو لسه عايش ولما شافوا العلامة بتاعة السفل اللي في صدر العجوز خمنوا ان اللي عمل كده نينجا واستهزقوا به علشان كان خايف يقول ان اللي عمل كده نينجا لان النينجا بالنسبة لهم كان مجرد اسطورة وملاش اي وجود حقيقي وتفجئ ساعتها الزعيم بالمساعد بتاعه وهو بيتقطع راسه وبيتصدموا كلهم من الموقف وبيخافوا جدا وبيتفجئوا بعدها بالانوار وهي بتتفل ومحدش منهم بيشوف حاجة لكن بيسمعوا صوته وهو بيتحرك حواليهم في كل مكان وبيمسكوا كلهم الاسلحة وبيصوبوا في كل مكان حواليهم وبيضربوا الرصاص بشكل عشوائي على امل انهم يقتلوه لكن النينجا مش بيتصاب وبيقتلهم كلهم واحد ورد تاني بكل بساطة ومش بيفضل منهم غير الزعيم وساعتها الزعيم بيحاول يتفوض معاه وبيعرفوا انه هيتفعلوا كل الفلوس اللي هو عاوزها بس يسيبوا عايش وقالوا العجوز انه محدش بيقدر يتفوض معاه لانه مش مجرد بشري عادي لكن يعتبر شبح وبيقطع النينجا ساعتها ايد الزعيم وبعدها بيقطع له راسه وبيظهر للرجل العجوز وبيقرب عليه ببطء وبيقتله هو كمان وبنعرف ان النينجا الهجم عليهم ساعتها كان من العشائر التسعة واللي يعتبروا من اقدم العشائر على مر العصور والعشيرة اللي فضلت عايشة فيهم مع الوقت اسمها عشيرة اوزونو وبنشوف قائد العشيرة وهو قاعد قدام مجموعة كبيرة من الاطفال وبيحاول يقولهم كل حاجة عن عشيرة النينجا اللي هم منها وبيعرفهم على عضو جديد في العشيرة اسمه رايزو وبيطلب منهم يرحبوا باخوهم الجديد وكان القائد بيعتبرهم اولاده ومن القانون بتاعهم انهم مش بينادوا عليه غير بالقب لانه يعتبر قب ليهم وكلهم يعتبر اخوات وهنا بنفهم ان العشيرة كانت بتخطف الاطفال اليتامة علشان تضمهم كاعضاء للعشيرة من وهم لسه صغيرين وبيضربهم على تدريبات عنيفة جدا علشان لما يكبروا ويقدروا يكملوا المسيرة بتاعت العشيرة ويبقوا قتلوا مأجورين ومرتزقوا محترفين وكان القائد مهتم بريزو جدا وبيضربوا دايما اشد التدريبات علشان لما يكبر يبقى القائد من بعد ويكمل المسيرة وفي يوم وهو بيتقلم على السرير بتاعه بسبب الاصابات اللي كان متصب بها في رجله بتجيله بنت صغيرة كانت معاه في العشيرة وبتعلج رجله بالاعشاب علشان يقدر يمشي عليها وبعد كام سنة بيكبر رايزو وبيقاتل ضد واحد من اخواته كنوع من انواع التدريب ورغم ان رايزو كان قوي جدا ساعتها لكن الشاب التاني كان بيقاتل قدامه بكل قوته ويدر يتغلب عليه لانه كان بيحقد عليه علشان القائد كان مهتم بيه اكتر منهم وساعتها القائد اتدايق من رايزو علشان كان بيتقلم من ضربة بسيطة بسيف خشبي وضربه في بطنه بعنفه وقال له هو ده القلم الحقيقي وعرفه انه هيمر بقلم فظيع ولو فدل عايش لحد بكرة فساعتها هيبقى نجح في اول اختبار له وبيفضل رايزو يتقلم طول الليل لكن مع الوقت بيستحمل القلم وبيشوف القائد تاني يوم وهو قاعد على الارض وبيتمرن وبيفرح جدا انه قدر ينجح في اول اختبار وبعدها بيكونوا موجودين قدام البيت وبيشوف رايزو اخته في العشيرة كيريكو البنت اللي علجت رجله هو صغير وبيروح يتكلم معاها وكان بين من كلامهم مع بعض انهم معجبين ببعض وبعدها بيعرفوا القائد انه هيعيش سنة من غير الحواس بتاعته وهيبدأ بالعين علشان هي اكتر حاسة بيستخدمها وبيدخل رايزو في قتال مع زميلو اللي بيحقد عليه مرة تانية لكن المرة دي وهو مغط عينه ومش شايفه ورغم ان زميلو كان شايف كل تحركاته لكن رايزو قدر يتقن استخدام سلاحه من غير ما يفتح حينيه وتغلب على زميلو بكل سهولة وساعتها زاد اعجاب القائد بي وفرحة كيريكو هي كمان انه بقى اقوى وقدر يتغلب على زميلو وبعد فترة وهم نايمين بيشوفها رايزو وهي بتخرج من القوضة وبيفهم انها عاوزة تهرب وبيخرج وراها بسرعة علشان يمنعها لكن بترفض انها ترجع معاها وبتطلب منه يهرب معاها ولما رفض قالت له انها بتحبه لكن مش هتقدر تعيش بقية حياتها محبوسة مع العشيرة وبعدها ودعته وطلعت من فوق الصور بتاع المكان وهربت بسرعة من قدامه لكن بيطاردها كل الننجا في الغابة وبيقدروا يقبضوا عليها وتاني يوم بيخرجوا كلهم في الساحة وبيشوفوها وهي مربوطة في العمود قدامهم وبيتكلم معهم القائد وبيعرفهم ان القانون بتاع العشيرة ان الضعف محتاج للقوة والخيانة تمنها الدم وبيطلب من زميلهم ريك اللي قدر يمسكها في الغابة انه هو اللي يقتلها بنفسه وبيصادف ان ريك هو الشاب اللي كان بيحقد على رايزه وكان ريك فرحان انه هيقتلها قدام رايزه علشان كان عارف انهم بيحبوا بعض وبيصوب عليها السيف وبيبص الريز وهو مبتسم وبيقتلها في ساعتها وبعد فترة بينشوف رايزه وهو موجود مع القائد في عربية وبيتكلم معاه القائد وبيعرفه انه كان بيتضرب طول حياته علشان اللحظة اللي هيطلع فيها مهمات ويبقى قاتل مأجور وفاهمه انه هيقتل الشخص اللي بيلبي الساعة دهب وطلب منه يجيب له الساعة معاه وهو خارج وبيسمع رايزه كلامه وبيدخل على الراجل الحمام وبيطعنه في رقابته بالسكينة واللي ما كانش يعرفه رايزه ان الراجل ده مش مجرد راجل ضخم لكن كمان قوي جدا ومتضرب على اعلى مستوى وكان رايزه بيعاني قدامه وقدر يتغلب عليه بصعوبة وخرج بعدها من المكان ووف قدام القائد وهو مسك الساعة بتاعة الراجل علشان يثبت له انه قدر يقتله واتفاجئ ساعتها بالقائد وهو بيقوله انه نجح في المهمة وطلب منه يحتفظ بالساعة لنفسه كأول هدية ليه من القائد وعرفه ان اخر اختبار ليه هيكون انه يقتل بنت زملته في العشيرة حاول التهرب زي حبيبته وساعتها افتكر رايزه حبيبته اللي ماتت قدام عينه وكرر انه مش هيكمل معاهم في العشيرة وكمان هينتقم منهم علشان حبيبته اللي قتلوها وطلع السلح بتاعه وضرب به القائد في وشه وويف قدامهم وهو مستعد وساعتها القائد اتصدم من الموقف وطلب من كل الننجا اللي معاه انهم يقتلوه وهجم عليهم رايزه بكل قوته وقدر يقتل عدد كبير منهم في ثواني لكن عددهم كان كبير وقدروا يتغلبوا عليه وفضلوا يصوبوا عليه الأسلحة لحد ما وقع في البحر من فوق المبنى وبنشوفه بعد فترة طويلة وهو موجود في البيت اللي عايش فيه وبيتدرب تدريبات على أعلى مستوى علشان مهارته تزيد ويقدر يقاتل قدامهم لو قدروا يعرفوا مكانه وفي الوقت ده بنشوف ميكا البنت اللي بتشتغل في التحقيقات الخاصة بالجرائم التسلسلية اللي بتحصل في الفترة الأخيرة وبتتكلم مع المدير بتاعها وبتحاول تقنعه بكل الطرق ان الننجا فعلا موجودين وكل الجرائم اللي حصلت في الفترة الأخيرة بتثبت كلامها لكن المدير بتاعها ما كانش مسدقها علشان كان فاكر زي بقيت الناس ان الننجا مجرد أسطورة ووجودهم مش حقيقي لكن بسبب إصرارها الشديد عليه قال لها انه هيدرس الموضوع ولو طلع كلامها صح هيساعدها في التحقيق وتاني يوم بيقابلها في مطعم وبيتكلم معاها عن الموضوع بتاع الننجا وقال لها انه قدر يعرف ان كل عمليات الاختيال والقتل اللي حصلت في الفترة الأخيرة اللي نفذها أشخاص بيطلقوا عليهم العشائر التسعة وعرفها انهم يعتبروا قتل محترفين وبيشتغلوا مرتزقة وبيقتلوا أي حد العميل بتاعهم عاوز يقتلوا طالما العميل هيقدر يدفع لهم 100 جنيه دهب وبتتأكد ساعتها ميكا ان كلامها كان صح وان الننجا فعلا موجودين وبتروح بعدها البيت واحدة جزها كان من ضمن ضحايا الاختيالات الأخيرة وبتتكلم معاها وبتحاول تعرف منها أي معلومات عن الشخص اللي قتل جزها وساعتها الست دي سلمتها شريط فيديو وقالت لها انه موجود فيه كل حاجة صورتها الكاميرات في اليوم اللي مات فيه جزها وبترجع بعدها البيت وبتشوف التسجيل بتاع الكاميرات وبتلاحظ في الفيديو اتنين بيقتلوا بعض بطريقة عنيفة ومحترفة وبتشوف وش رايزو في الفيديو وكانت هتتجنن وتعرف مين ده اللي كان بيقتل الننجا وبيحاولي يساعد الضحية وتاني يوم بتروح الشغل وبتحاول تلاقي أي حاجة تعرفها بين الشخص ده لكن مش بتعرف ولما بتنزل الجاراج علشان تركب العربية بتتفاجئ بالمدير بتاعها وهو موجود عندها وبيقول لها انه هو حاسس ان في ناس عرفت انهم بيدوروا في موضوع الننجا وبتفكر تخلص منهم وسب لها مسدس وطلب منها تكلموا لو حصل أي حاجة وبترجع بعدها ميكا البيت وقبل ما تطلع المبنى بتلاحظ ان الأنوار مطفية وبتشغل الكشاف وبتطلع وهي خايفة جدا علشان عرفت ان الننجا قبل ما بتهاجم حد بتقفل الأنوار وبتدخل بيتها وهي خايفة وبتحاول تشوف البيت لو كان في أي حد موجود لكن بتتفاجئ بجواب قدامها وفعلا زي ما سمعت كان موجود فيه رمل اسود وساعتها بتسمع صوت وبتتفاجئ بشخص بيهجم عليها بالسيف وشخص تاني بيصد ضربته بالسلسلة وبيدخلوا الاتنين في قتال عنيف قدامها وهي بتكون مش شايفة حاجة ومش سامعة غرصة الأسلحة بتاعتهم وفجأة مش بتسمع صوت وبتفهم ان في واحد منهم قدر يتغلب على التاني وبيتكلم معها الشخص اللي عايش وبيعرفها ان المسدس مش هينفعها قدامهم وفهمها انه هيقدر يساعدها بس لازم تكون وثقة فيه ولما وفقت ظهر قدامها رايزه وشال القناع بتاعه واول ما شافته تصدمت وقالت له انها تعرفه من الكاميرات بتاعت واحد من ضحايا الاختيالات اللي عملتها النينجا وقال لها رايزه ان اللي هو كان عاوز يقتلها دلوقتي ده يبقى واحد من اخوته في العشيرة وسألها لو كانت تعرف اي حاج عنهم وقالت له ميكا كل المعلومات اللي تعرفها عن العشائر التسعة وفهم ساعتها انهم عاوزين يقتلوها علشان عرفت معلومات كتير عنهم وحس ان النينجا بيقربوا من بيتها وطلب منها تخرج معاه بسرعة قبل ما يوصلوا وبيتحركوا بالعربية بعيد عن المكان وبتتكلم معا ميكا وبتفاهموا ان على حسب ما هي تعرف ان ممنوع عندهم من ابن من العشيرة يسيبهم ويعيش حياته عادي زي بقيت الناس وده معناه انك ستهم وهم دلوقتي بيطردوك علشان يخلصوا منك انت كمان وعرفها انهم فعلا بيطردوهم من ساعة ما هرب منهم لكن من ساعتها وهو كمان بيطردهم وبيحاول يقتل اكبر عدد منهم وقال لها انه متأكد انهم بيطردوهم دلوقتي حالا واستغربت ميكا من كلامه وحاولت تفهم ازاي بيطردوهم دلوقتي وهيقدروا يتعرفوا عليهم ازاي وقال لها رايزه انهم بيتتبعوا الرحة بتاعتهم زي الزئاب واتصدمت ميكا من كلامه وحاولت تفهم منه هو ليه بيساعدها وعرفها رايزه انه بيساعدها علشان هي بتحاول تعمل الصح حتى لو هتموت ده غير انه عن طريقها هيقدر يوصل لأكبر عدد منهم وبالتالي هيقدر ياخد حقه منهم علشان يقلل العدد اللي بيطردو في كل مرة وبتعرفوا ميكا انها تتكلم مع رايزه المدير بتاعها علشان يساعدهم في حل للمشكلة بتاعتهم وبتتكلم مع المدير بتاعها في التليفون وبتحكيله على اللي حصل وبتطلب منه يساعدهم وبيوافق رايزه وبيطلب منها تحضر مع رايزه بسرعة للمقر بتاع الشغل وبيستنهم قدام المبنى واول ما وصلوا فهم رايزه انه خدعهم وقالوا ان تصرفاته دي هتكون سبب في موت ناس كتير وبيهجم عليه ساعتها مجموعة كبيرة من رجال الشرطة وبيكهربوه وبياخدوه معاهم للمبنى وبيحبسوه في سجن مشدد في المبنى وبتتكلم ميكا مع رايزه وبتعرفه ان تصرفاته دي غلط لان رايزه كان بيساعدهم ولما رايزه رفض يسيبه يخرج طلبت منه انها تقابله وتحاول تتكلم معاه وبتنزل ميكا وبتتكلم مع رايزه فعلا وبتتفاجئ به وهو بيقول لها ان الوقت تأخر لان العشرة بتاعته كلها تكون موجودة عندهم خلال لحظات وبتخاف ميكا جدا وبتروح بسرعة علشان تقول لراين ويلحق يتصرف لكن رايزه بيعرفها ان المكان كله رجال شرطة ومعهم اسلحة كتير وهيبقى صعب على اي حد انه يدخل المكان وبيتفاجئوا ساعتها بالنور وهو بيتقفل وبيفهموا ان النينجا داخلوا المبنى فعلا وبتجري ساعتها ميكا بسرعة علشان تنزل السجن وتحرر رايزه وبيشوف رجال الشرطة عدد كبير من النينجا وقبل ما يتحركوا من مكانهم كان النينجا قتلوا معظمهم وبتدخل ميكا ساعتها للغرفة اللي فيها رايزه وبتعرفوا ان معها السلاح بتاعه وبتفك الحديد اللي مربوط بيه وبمجرد ما بتفك ايده بيقدر ينقذها من واحد منهم وبيقتلوا في ساعتها وبيخرج مع ميكا وبيوصلوا للسلم بتاع المبنى وبيطلب من ميكا تروح بسرعة وتركب العربية بتاعتها وتستناه واول ما بتطلع بيهجم عليه عدد كبير جدا منهم وبيكون منهم زيميلوريك اللي كان بيحقد عليه وبيهجم عليهم رايزه بكل قوته وبيقدر بمهارته العالية انه يقضي على معظم النينجا اللي قدامه لكن فكل مرة كان بيظهر عدد تاني اكبر وبيحاول يقاومهم بصعوبة وكانت ميكا موجودة في العربية لكن بيهجم على العربية مجموعة من النينجا وبتقدر تهرب من المكان بصعوبة وبينوت رايزه هو كمان من الازاز وبيخرج من المبنى وهو متصاب اصابات كتير وبيجري وهو بيعاني من اصابته وبيدخل في حرب معهم في الشارع وبيتصف بطنه اصابة خطيرة وبتيجي ساعتها ميكا بالعربية وبتنقذوا من وسطهم بسرعة وبتاخدوا معها للبيت وعلشان كانت عارفة انهم هيعرفوا مكانهم عن طريق الريحة فخرجت من البيت وكان بتبص عليه من بعيد علشان محدش يأذيها وبتشوفهم وهم دخلين من الشباك وبياخدوا معهم للقائد بتاعهم وفي الطريق للمكان بتاع العشيرة بيعمل رايزه التعويزة اللي كان بيعلمها لهم القائد وبيقدر يقفل الجرح اللي في بطنه عن طريق التعويزة وبينشوفوا بعدها وهو مربوط في العمود في الساحة بتاعة العشيرة وبيقف قدامه القائد وبيتكلم قدامهم وبيعرفهم ان النهاردة هيكون اليوم اللي هينتقموا فيه من الخاين ويستردوا شرفهم من تاني وبيقول رايزه القانون بتاعهم وبيعرفوا ان الضعف محتاج للقوة والخيانة تمنها الدم وبيضربوا في بطنه بعنف وبيتقلم رايزه وبينزف دم من بقه لكن ساعتها بيقع منه جهاز التعقب اللي كان معاه وبيتصدموا كلهم من الموقف وبيتصدموا اكتر لما بيلاقوا الشرطة بتهجم عليهم من كل مكان وبيضربوا عليهم بكل انواع الاسلحة اللي معاهم وبتروح ميكا بسرعة وبتفك الحبل اللي مربوط فيه رايزه قبل ما حد يقتلوا وبتعرفوا ان هي اللي سابت جهاز التعقب معاه وبيسيبها رايزه وبيدخل البيت بتاعهم وبيوقف قدام ريك ومجموعة كبيرة من العشيرة وبتقوم حرب شرسة بينهم ورغم ان عددهم كان كبير لكن رايزه كان بيدربهم بكل عنف وقدر يتغلب عليهم وساعتها ريك قالوا ان جه الوقت اللي هيقتلوا فيه وبيدخلوا الاتنين في قتال مع بعض وبيضربوا بعض بكل قوتهم ورغم ان ريك كان يعتبر من اقوى الناس في العشيرة لكن رايزه قدر في الفترة الاخيرة انه يوصل لمستويات عالية في التدريب وبقى اقوى منه وقدر يتغلب عليه هو كمان وبيوصل بعدها للقائد بتاعهم وبيدخل في قتال معاه لكن القائد كان اقوى منه وكان بيستخدم ضده تعويزة بتخليه يختفي من قدامه وبعدها يظهر ويدربه ولما بيقع رايزه على الارض بيتكلم معاه القائد وبيعرفوا انه ما كانش ينفع يخون عيلته لكن رايزه فهموا انهم مش عيلته والنفس اللي هيتنفسه بعد ما يقتله هيعتبر بالنسباله اول نفس في حياته وبتدخل ساعتها ميكا علشان تساعد رايزه لكن القائد بيطعنها بالسف قلبها وبيقتلها في ساعتها وبيتدايق رايزه جدا وبتتفجر امكانيات عظيمة عنده وبيجري بسرعة جنونية وبيضرب القائد بالسف رقابته وبيقدر يتغلب عليه هو كمان وبيقتله وبيخرج بعدها رايزه من البيت وهو شايل ميكا على ايده وبيحاول يعالجها بطريقته قبل ما تموت لكن بيكتشف انها بخير وان الضربة مش هتكون سبب في موتها وبيجي الطبيب وبيستغرب انها عايشة رغم ان السيف دخل في قلبها لكن بتفوق ميكا ساعتها وبتعرفه ان قلبها موجود في اليمين مش في الشمال وبكده يكون رايزه قدر يقضي على العشرة كلها بمساعدة الشرطة وكمان اتخلص من كل القيود اللي كانت بتطرده ووقف بعدها فوق الصور بتاع المكان والاول مرة في حياته كان بيحس بالحرية بيبدأ الفيلم مع ريد وهو في السجن وبيقضي فترة عقوبته وبنعرف انه مسجون بقاله سنتين بسبب انه سرق بنك وطول الوقت ده بتكون مراته مفاهمة بنتهم الصغيرة ان ابوها مسافر عشان بيشتغل ومخبية عنها انه مسجون وفي يوم محظوظ بيخرج ريد من السجن عشان يرجع لبيته وقسرته وساعتها بيحس بالحرية بعد ما قضى 730 يوم في السجن واول ما بيخرج مراته كلوي بتستقبله وبتكون مبسوطة جدا انه هيرجعيش معهم تاني وفي الوقت ده بيوصل راجل فرنسي اسمه لمطار الولايات المتحدة ولما الزبط بيسأله عن الهدف من وجوده في البلد عرفه انه موجود علشان الشغل وبيشوف الزبط البيانات بتاعته وبيعرف انه كان على قيمة الممنوع من السفر بقاله فترة لكن دلوقتي اسمه ببقاش موجود فيها وبيديوله البسبور بتاعه وبيرحب به في الولايات المتحدة وبتتكلم كلوي مع ريد وبتطلب منه ما يعملش اي حاجة تكون سبب في دخوله السجن مرة تانية وبتنصحه يفكر فيها وفي بنتهم الصغيرة ومستقبلها وهنا ريد عرفها انه مش بيفكر في حاجة غيرهم وبتدخل عليهم بنتهم بياتريس وبتكون فرحانة جدا برجوع ابوها للبيت وساعتها ريد بيلاحظ انها كبرت لان بقاله كتير ما شافاش وبيتفاجئ لما بيلاقيها بتتكلم باللغة الفرنسية ومش بتتكلم انجليزي فكلوي بيتفاهمه انها دخلتها مدرسة فرنسية وبتيجي لوليتا المربية بتاعت بياتريس وبترحب بريد وبرجوع للبيت وبيتفاجئ ريد انها كمان بتتكلم فرنساوي مع انها من المكسيك وبتفاهمه كلوي ان الفلوس اللي كانت معاهم يا دو بتكفيهم وعشان كده لوليتا فضلت تشتغل عندهم مقابل انها تعلمها اللغة الفرنسية وبتقوله كمان انها بتحب بياتريس وتعتبر واحدة من العيلة وبعد ما لوك خرج من المطار بيروح جراج عربيات وبيحاول يسرق عربية من الموجودين هناك وبيجي صاحب العربية وبيشوفه وبيزعق معاه وبيهدده انه هيتصل بالشرطة لكن مش بيلحق يعمل كده لان لوك بيستخدم السكينة اللي في ايده وبيقتله بيها في ثواني وبياخد منه مفتاح العربية وبيركبها وبيشغل اغاني وبيخرج من الجراج وبيمشي في طريقه وبيوصل عن دحانة واللي بيكون صاحبها شخص اسمه جاك واول ما بيشوف لوك بيخاف ويترعب منه لكن بيطمنه لوك وبيعرفه انه مش جاي هنا علشانه وساعتها اطمن جاك وقال له انه افتكر انهم بعتوه عشان يموته لكن لوك بيقوله انه لسه ليه عمر ومش هيمد دلوقتي وفهمه انه جه البلد هنا علشان حاجة شخصية وانه محتاج اسلحة وبيروح معاه للسطح وبيشوف انواع كتير من الاسلحة اللي هو بيتاجر فيها وبيمسك سلاح قناص كاتم للصوت وبيقرر يجربه وبيضرب رصاصة على راجل واقف في الشارع لكن الرصاصة بتيجي في الازازة اللي في ايده وبعدها لوك بيختار الاسلحة اللي محتاجها وبيقول لجاك انه كمان عايز البنت اللي كان بيتكلم معها في الحانة ورغم انها تبقى حبيبته لكن مش بيقدر يعترض على كلامه لانه بيخاف منه وفي الوقت ده بيكون ريت في البيت وبيتفرج على اللوحة اللي كليوي رسمتها وبيقول لها انها زي الحيطة اللي كان بيشوفها في السجن لمدة سنتين وبيتمنى ان كل اللوحات دي تتباع لانه مش هيحب يعلقها في البيت وبتحكي له كليوي انها كانت مضطرة تصرف كل الفلوس اللي كانوا محوشينها عشان تعليم بياتريس وان الوضع كان صعب عليهم من ساعة ما هو سابهم فبيطمنها وبيقول لها انه هيقدر يتصرف في موضوع الفلوس وهيهتم بيهم احسن من الاول وبيعرف منها ان معاد العرض بتاعها النهاردة وبيقول لها انه لسه خارج من السجن وعايز يقعد معاه في البيت ويتفرجوا على فيلمه ويقض وقتهم مع بعض لكن كلوي فهمته انها شغال على اللوحات دي بقالها عشر شهور والعرض ده مهم جدا بالنسبالها وفي النهاية بيتفق انهم هيتقابلوا في المعرض بالليل وبيقعد جاك مع اتنين اصدقاءه وبيكونوا مستغربين منه لانه بيتعرض للاهانة من لك ومش بيوقفوا عند حده وكمان سمح له يقرب من حبيبته وكان فيه واحد منهم عايز يقتله لكن جاك عرفهم انه مش ممكن يتقتل وقال لهم انه شخص مجنون وخطير جدا وما فيش حد بيقدر عليه وكمان بعد ما الشرطة قتلت اخوه من فترة وهو بقى مجنون اكتر وبيطلب منهم يتصرفوا معاه بطريقة لطيفة ومحدش يديقه عشان اليوم يعدي وفي الوقت ده بتكون كلوي في المعرض وبتستعد وبتجهز اللوحات بتاعتها علشان العرض وبيجي ديريك صاحب المعرض وبيلاحظ انها متوترة فبيطمنها ان كل حاجة تبقى كويسة والعرض هيبقى مثالي وهتقدر تبيع كل اللوحات بتاعتها وبعدها بياخدها معاه المكتب وعلشان يتكلموا على انفراد وبيعبر لها عن مشاعره نحيتها وبيقول لها انه بيحبها وبيحاول يقرب منها ويقنعها انه يبقى فيه بينهم علاقة سرية وفاهمها ان جوزها مش بيحبها وانه سبهم سنتين علشان الشغل وساعتها كلوي بتعترف بالحقيقة وبتقول له ان ريد ما كانش مسافر وانه كان مسجون وبتهدده ان لو لمسها ساعتها جوزها هيئذيه فبيسألها لو كان ريد هيقدر يقدر يقدم لها حياة كويسة ويهتم بيها هي وبنتها وعرفها انه سبها مرة واكيد هيسيبها تاني وبيفكرها بالعقد اللي هي مضيته مع المعرض وبيهددها انها لو ما دفعتش القرض بعد العرض ساعتها هيبقى من حق ويرفع قضية ضدها وتدخل السجن وبتترجى كلوي ما يعملش كده وبتقول له انها كانت عايشة على الفلوس دي المدة سنة لكن ديريك بيكمل تهديده وبيقول لها انها لو خرجت من الباب ده هينفس كلامه وساعتها كلوي بتسيبه وتمشي وبتخرج من المعرض وهي حزينة ومتضيق بسبب اللي حصل وبيروح ريد يقابل صديقه ليروي في المحل وبيفرحوا انهم شافوا بعض بعد مدة طويلة وبنعرف ان ليروي كان شريك ريد في عملية سرقة البنك لكن ما تقبطش عليه علشان ريد ما اعترفش عليه ولما ريد كان مسجون كان هو بيهتم بأسرته وعرفوا انه خسر وقت كتير من حياته بسبب وجوده وده ما كانش سهل ابدا لكن هو مستعدي يردله الجميل حتى لو هياخد رصاصة بداله ولما ريد سأله هو ليه ما كانش بيزوره في السجن عرفوا انه ما كانش عايز يشوفه هو مسجون وفي وسط كلامهم بيدخل عليهم الزابط ايرنستو وبنعرف ان ريد تم الافراج عنه بعد ما قدى نص مدة عقوبته في السجن ورغم انه خرج من السجن لكن هيفضل تحت المرأبة ولو عمل حاجة غلط تاني هيرجع للسجن ويقضي فترة اطول من الاول وبيكون الزابط ايرنستو هو المسؤول عن مرأبته وباللاحظ انه بيتعامل معاه بعنفه وقسوة وبيفتشه عشان يشوف لو كان معاه اي سلاح او مخدرات لكن مش بيلاقي معه حاجة وبيحذره انه لو عمل اي غلطة هيرجعه تاني للسجن وبيقوله انه هيفضل ايرقبه طول الوقت وهو عارف انه مش هيقدر يعيش حياة كويسة واكيد مش هيعمل حاجة غلط وبعد ما بيخرج من المحل ليروي بيطلع مسدسه وبيقول ريد انه كان بيحاول يمنع نفسه انه ما يقتلوش فريد بيقوله ما يهتمش بيه وبيعرفه انه خسر مراته واولاده وعشان كده هو عنيف وبعدها بيفتحوا باب سري وبينزلوا الغرفة سرية تحت الارض وبيعودوا فيها وفي نفس الوقت ده بيكون لوك بيتمشى في الشارع وبيشوف عربية بتعجبه وبيروح يهدد صاحبها بالمسدس وبينزلوا من العربية وبيصاوب المسدس ناحيته وبيقتلوا وبعدها بيركب العربية وبيمشي بيها وكان ليروي بيشجع ريد انه يفتح الخزنة اللي فعل فلوس وبيفكروا انه عنده موهبة مميزة في فتح الخزن لكن ريد بيكون ناسي مهرته بسبب الفترة الطويلة اللي قضاها في السجن وبيقرر يجرب يفتح الخزنة وبيستخدم كل تركيزه لكن مش بيقدر يفتحها وبيحس بالإحباط وعرفوا ليروي ان ده طبيعي لان بقاله سنتين مش بيستخدم مهرته وبيأكد له انه في يوم من الأيام هيقدر يفتحها وبعدها بيستخدم مفتاح الخزنة اللي معاه وبيفتحها وبيكون فيها شهادات استثمار بقيمة 770 ألف دولار وكل واحد منهم بيحكي هو هيعمل إيبه الجزء بتاعه من الفلوس اللي هيقسمها بينهم بالنص وبيعرض ليروي على ريد انهم يروح الحانة لكن ريد بيقوله انه لازم يروح المعرض بتاع كلوي وبيطلب منه يروح معاه وفي البداية ليروي بيرفض لانه مش بيحب المكان ده لكن ريد بيقوله انه مش عاوز يبقى هناك لوحده فبيوافق يروح معاه وفي نفس الوقت بتكون كلوي في البيت وبتستعدها عشان تروح المعرض وبتوقع تتكلم مع بنتها بيتريس وبتطمنها ان كل حاجة هتبقى كويسة وحياتهم هتبقى أفضل وبعدها بتروح للمعرض وبيبدأ العرض وفي نقط بيشوف اللوحة بتاعتها وبيقولها انه مش فاهم معناها وبتحاول تشرح له وفي اللحظة دي بتشوف ريد وليروي وصلوا للمكان فبتروح عشان تسلم عليهم وبتسمع الناس هما بيتراقوا عليها وعلى الفن بتاعها وبيكون الزابط إرنيستو موجود في المكان لانه مهتم بالعمال الفنية وكمان بيحب يجمع التحف واللوحات وبيجي ديريك ياخد كلوي عشان تتعرف على المشتري الصيني وبيقولها انها لو بعت اي لوحة هيبقى بسببه وساعتها بيتكلم ريد مع صديقه ليروي وبيعرفوا انه فخور بمراته كلوي جدا وبتيجي تقف معاهم وبتكون متضيئة لان الناس مش بيشكروا في لوحتها وبيحاول ريد يهون عليها وبيعرفها انها افضل فنانة في الكون وبتروح كلوي عشان تتكلم مع ناقدة وبتكون متوترة جدا وبعدها ريد بيسمع ناس بتتريق عليها فبيتعصب وبيروحها لشان يتخانق معاهم لكن ليروي بيقوله يهدى وبيعرفوا انه ماينفعش يعمل مشاكل وإلا هيرجع للسجن تاني فبيفاهموا انه ماقدرش يسكت وهو سمع حد بيتاريق على مراته وفي الوقت ده بتكون بياتريس في البيت ولوليتا قاعدة معاها وبتهتم بيها وبيلعبوا مع بعض وبعد ما بيخلصوا لعب بتقوم بياتريس عشان تروح لقضتها وفي اللحظة دي بيرن جرس الباب وبتروح لوليتا تفتح الباب وبتلاقي شخص غريب قدامها واللي بيكون لك وبتقوله ان اصحاب البيت مش موجودين وبيدخل لك للبيت وبيقولها انه هيستناهم لحد ما يرجعوا وبتحاول لوليتا تمنعه من الدخول لكن مش بيهتم بكلامها وبيفضل يتحرك في البيت وبيفهمها انه صديق للعيلة لكن بتطلب منه يخرج من البيت وبتحس انه شخص خطر وبتهدده انها هتتصل بالشرطة لكن لك بيرفض يمشي وبيبدأ يتحداها ويستفزها وفي الوقت ده بتسمع بياتريس صوت في البيت وبتخرج من قضتها عشان تشوف اللي بيحصل وبيشوف لك صورة بياتريس وبيسأل لوليتا هي عندها طفلة فبتقوله لأ وبيكتشف ان بياتريس تبقى بنت ريد وفي اللحظة دي لوليتا مسكت سكينة وهجمت عليه لكن هو قدر يقتلها في ثواني وبيتكون بياتريس وقفة وبتشوف اللي حصل وبتخاف جدا وبتستخبها بسرعة وبيروح لك يدور عليها في البيت وساعتها بتقرب من لوليتا وبتطمن عليها فبتقولها تهرب بسرعة وبيشوفها لك وهي بتجري في الشارع وبيضرب عليها نار لكن ما فيش حاجة بتيجي فيها وبيتعصب جدا لان في حد قدر يهرب منه وخصوصا لانها طفلة صغيرة وقبل ما يمشي من البيت بيشوف الورق اللي فيها عنوان المعرض بتاع كلوي وفي نفس الوقت ده اللي روي وريد بيكتشفوا ان الزابط إرنيستو موجود معاهم في المعرض وبيكون ريد قلقان من وجوده وبيعرف من كلوي انه موجود هنا لانه مهتم بالفن وبيلاحظ انها متضايقة ومتوترة وبيعرف منها انهم هيبقوا مديونين بفلوس لديريك لان ما فيش اي لوحة تتباع ومش هتعرف ترجع له القرد وبيفهم ان ديريك حاول يلمسها وبيتعصب جدا وبيقرر ينتقم منه لكن كلوي بيتفكروا ان لو عمل اي حاجة هيرجع للسجن تاني ويبعد عنهم وساعتها هي هتضطر تتطلق منه فبيهدى وبيفكر بعقله وبيحاول يسيطر على نفسه وبيقول لها انه مش عايز اللوحات تتباع وعايز يعلقها كلها في البيت وبيفكرها انه وعدها انه هيتصرف في موضوع الفلوس وبيتقول لوليتا ساعتها لسه عيشة لكن اصابتها خطيرة وبتحاول تسحف على الارض لحد ما بتوصل للتليفون وفي الوقت ده بتكون كلوي بتستعد علشان تمشي من المعرض وبييجي ديريك وبيقول لها ان العرض بتاعها فشل وانه هياخد منها فلوسه وساعتها هي وعلتها هيترمه في الشارع وبيحاول يقرب منها تاني لكن بتمنعه وبتقول له يبعد عنها وفي اللحظة دي لوليتا بتتصل بيها علشان تحذرها لكن ديريك بياخد منها التليفون وبيكسره فبتضرابه وبتسيبه وبتمشي وبتكون بياتريس قدرت توصل للمعرض وكمال لوك بيوصل بعدها واول ما بياتريس بتشوف امها بتجري عليها وبتحكي لها اللي حصل وبيطلع لوك السلاح وبيصوبه نحية كلوي وبياتريس وريد بيشوفه فبيزعق بصوت عالي وبيحذرهم وساعتها لوك بيدرب نار نحية ريد لكن ليريك هو اللي بيتصاب برصاصة في سدره وكلوي بتاخد بياتريس وبتستخبه في قوضة والزابط إرنستو بيطلع المسدس وبيحاول يواجه لوك ويقبض عليه وريد بيحاول يساعد صديقه لكن بتكون إصابته خطيرة جدا وبيضرب لوك نار بشكل عشوائي على كل الموجودين في المكان وبيقتل عدد كبير منهم وبينتشر الدم بتاعهم على لوحات كلوي وقبل ما ليروي يموت بيدي مفتاح الخزنة لريد وبيقوله يروح ينقذ علته وبيتدايق ريد على موت صديقه وبيودعه هو حزين وبيجري بعدها واستضر بالنار وبيقدر يوصل لمراته وبنته ودريك بيقولهم يخرجوا من المكان وبيروح ريد يضربه وبينتقم منه لأنه كان بيدايق مراته وبعدها بيكسر الباب بطفاية الحريق وبيخرجوا بسرعة من المعرض وبيركبوا العربية بتاعتهم وساعتها كلوي بتقول لريد ياخد المسدس اللي موجود في العربية وبتفهموا ان اليروي جابوا ليها عشان تحمي نفسها وبياخد ريد المسدس وبيصاوبوا نحية لك وبيضرب عليه نار لكن مش بيتصاب وبيتسوق كلوي العربية وبتخبط لك لكن فجأة بيلقوا فوق العربية والسلاح بتاعه بيقع وبيخنق ريد من رقابته فبيمسك السلاح وبيضرب نار على سقف العربية وساعتها لك بيختفي ولما كلوي بتسأله مين ده وليه بيحاول يقتلهم بيعرفها انه عضو في المافيا واخوه كان شريكه في عملية سرقة البنك والشرطة قتلته وعلشان كده هو عاوز ينتقم منه ومش بس كده ده كمان بيدور على الفلوس اللي سرقوها من البنك وعاوز ياخدها كلها لوحده وبتتعصب كلوي لانه كدب عليها وكان مفاهمها انه تخلص منها وبيحاول ريد يقنعها ان الفلوس ده تأمن مستقبلهم وانها فرصتهم الوحيدة وبيروحوا المحل عشان يجيبوا الفلوس وبينزر ريد من العربية وبيدخل الغرفة السرية وبيفتح الخزنة بالمفتاح اللي خده من لي روي وبيحطوا كل الفلوس في شنطة وفي الوقت ده كلوي وبياتريس بيكونوا واعدين في العربية وفجأة لوك بيظهر قدامهم وبتجري بياتريس وبتروح لابوها وبيدخل لوك وهو معك لوي وبيهدد ريد انه هيقتله ويقتل عيلته كلها وساعتها ريد حاول يطمن بياتريس لانها خايفة وتكلم معا لوك وفاهموا انه قتل اخوه وعلشان كده هو هيقتله مع عيلته لكن ريد فاهمه ان الشرطة هي اللي عملت كده مش هو وحاول يقنعه انه يسيبه لانه عنده عيلة ومع طفلة صغيرة لكن لوك رفض وفاهمه انه استنى سنتين عشان يخرج من السجن ويقدر يقتله بنفسه وبيوجه المسدس نحيته وساعتها ريد عرض عليه ياخد الفلوس كلها وكمان يقتله مقابل انه يبعد عن عيلته ويسيبهم عايشين لكن لوك رفض وكان مصمم انه ينتئم لاخوه ويقتلهم كلهم وبيضرب رصاصة على ريد وبتدخل بياتريس جوه الخزنة وتستخبه وريد بيقفل الخزنة على بياتريس وبيقول لكلوي تهرب بسرعة واتكلم معالك وعرفه ان بنته هتموت في الخزنة بسبب قلة الاكسجين وبيتفرج عليه وهو بيموت وبيروح بعدها للنفق وبيفضل يدور على كلوي في كل مكان علشان يقتلها وبتحاول كلوي تلاقي اي مخرج علشان تهرب منه لكن مش بتلاقي وبتستخبه في مكان علشان لوك ما يقدرش يلاقيها وبتلاقي عصايا حديد وبتمسكها واول ما بيقرب منها بتضربه بيها وبتجري بسرعة وبتنادي على ريد علشان يساعدها وبيقوم لوك وهو مصاب والحديد في ظهره وبيروح وراها وبيكون ريد لسه عايش لان الرصاصة جات في مفتاح الخزنة اللي كان في جيبه وبيحاول يفتح الخزنة عشان ينقذ بنته لكن المفتاح بيكون اتكسر بسبب الرصاصة وبيتكلم معاها وبيحاول يطمنها وبيعيدها انه هيخرجها وفي الوقت دا كلوي بيتحاول تهرب من لوك لكن بتتفاجئ بي قدامها وبيضربها وقبل ما يقتلها بيجريت في الوقت المناسب وبيضربه وبيقولها تهرب بسرعة وبيتقوم معركة شارسة بينهم وحاول لوك يقتله لكنه بيقدر ريد يدفع عن نفسه رغم انه لوك اقوى منه وفي اللحظة دي بيوصل الزابط ارنيستو وبيضرب نار على لوك وبيطلع لوكهم بلتين من جيب وبيدوس عليهم وبيفجر المكان وبيموت في ساعتها والفلوس كلها بتتحرق لكن ريد وكلوي وإرنيستو بيقدروا يهربوا من الانفجار وبيروحوا بسرعة علشان ينقذوا بياتريس من الخزنة لكن الزابط إرنيستو بيقول لهم يرفعوا ايديهم وإلا هيقتلهم وريد بيترجاء انه يسيب ويفتح الخزنة وينقذ بنته قبل ما تموت وبعدها يقبض عليه وبيوافق إرنيستو وبيحاول ريد إنه يستخدم كل قوته وتركيزه عشان يفتح الخزنة وبيقدر يستعيد موهبته وبينجح إنه يفتحها وبيفرحوا كلهم لما بيشوفوا بنتهم لسه عايشة ولما إرنيستو بيشوفهم مبسوطين مع بعض بيقرر إنه ما يقبضش على ريد ويبعدوا تاني عن أسرته وعرفوا إنه فخور بي لإنه قضى على قاتل مجنون وبينتهي اليوم بعد كل الفوضى اللي حصلت وبيرجعوا بيتهم وبعد أسبوع وبيفكروا إنهم يرجعوا باريس وفي اللحظة دي بيخبط الباب وبيلقوا ديريك قدامهم وبيقولهم إنه كل اللوحات بتاعت كلوي اتبعد بمبلغ كبير والناس كانوا منبهرين بيها بعد ما دم النقاد انتشر عليها وفي النهاية بتتغير حياتهم بعد ما بقى معاهم فلوس وهيقدروا يعيشوا حياة أفضل وبيرقصوا كلهم هم مفرحانين بحياتهم الجديدة بعد الوقت الصعب اللي مروا بيه مع بعض بيبدأ الفيلم في مدينة نيويورك وتحديدا في منطقة بروكلين وكانت معروف عن مدينة بروكلين في الفترة دي وجود العصابات في كل مكان وكانت أغلب العصابات هم أصحاب الحنات اللي موجودين في المدينة ولإن الفلوس بتاعتهم كان مصدرها من المخدرات أو حاجات تانية غير مشروعة فمش هيقدروا يحطوها في البنوك لكن كانوا بيعملوا غسيل للأموال بتاعتهم على أساس إنه كل رجال العصابات بيحطوا فلوسهم في الحنات واللي كان بيدير الموضوع ده أكبر عصابة في البلد وكان معروف عنهم إنهم مش بيحطوا الفلوس في مكان سابت علشان ما فيش حد يقدر يحدد مكانها والشرطة تعرف اللي هما بيعملوه أو يتعرضوا للسرقة وعلشان كده كانوا بينقلوا الفلوس كل فترة في حانة من الحنات اللي تبعهم وبيقدر رجال العصابات إنهم يستردوا فلوسهم كل إسبوع أو كل شهر أو حتى كل سنة المهم إن فلوسهم تكون دايما في أمان والحانة اللي بيبقى عليها الدور يتحط فيها الفلوس بيطلقوا عليها اسم حانة التسليم المعتدين للمحل موجودين وبيحتفلوا مع بعض بذكرى وفاة صديقهم ريتشي ويلن وساعتها بوب قرر يهون عليهم موت صديقهم وقال لهم إن المشروبات بتاعتهم النهاردة هتكون على حساب المحل وبيتكلم بعدها مع ابن عمه مارف واللي كان متدايق منه علشان بيعزم الزباين على المشروبات رغم إن صديقهم مات من عشر سنين وفهموا إن قلبه الطيب هيكون سبب في خسارة فلوسهم وبنعرف إن بوب ومارف ولاد عم وفي نفس الوقت شركة في إدارة الحانة ورغم إن مارف كان عنف جدا في طريقته مع الناس لكن بوب كان بيتعامل معاهم بطريقة كويسة وعلشان كده كل الزباين كانوا بيحبوا بوب وكالعادة مش بيهتم بوب لكلامه ولما بينتهي اليوم بيمشي في الشارع طول الطريق للبيت وبيسمع ساعتها صوت غريب وبيحاول إلاقي مصدر الصوت وبيكتشف إنه داخل سلة النفايات ولما بيفتح السلة بيلاقي كلب صغير مصاب وجسمه مليان دم كتير وإصابات وبيزعل علشانه جدا وبتخرج ساعتها صاحبة البيت اللي عندها سلة النفايات اللي موجود فيها الكلب وبتسأله بيعمل إيه عند بيتها ولما بوب قال لها على اللي حصل وإنه لقى الكلب مصاب في السلة بتاعتها طلبت منه يدخل معاها البيت علشان يساعدوه وحاولت تعالج الكلب وكان بوب مستغرب اللي هي بتعمله لإنه مش فاهم أي حاجة عن الكلاب ولما انتهت من نظافة الكلب طلبت منه ياخده معاه ويمشي من البيت وساعتها بوب طلب منها تاخد الكلب لإنه مش بيفهم فيهم ولا بيعرف يتعامل معاهم وكمان وجود كلبي معاه وهو عايش لوحده هتبقى مسئولية كبيرة هو مش هيقدر يتحملها علشان شغله وساعتها البنت قالت له إن اسمها نادية وإن هي كمان بتشتغل في حانة وشغلها بيكون معظمه بالليل والكلب هيعاني معاها والأفضل إنه يكون معاه واضطر بوب يسمع كلامها لإنه كان متعاطف مع الكلب وطلب منها تهتم بيه وهيرجع بعد يومين علشان ياخد الكلب منها وفقت نادية واتفقوا على كده وتاني يوم بيروح الحانة وبيحكي المرفة على موضوع الكلب وإن الموضوع هيبقى مسئولية كبيرة لإنه متعود يعيش لوحده لكن مرفة فهمه إن الموضوع هيكون بسيط وإن وجود كلب معاه هيهون عليه الوحدة اللي هو عايش فيها وفي نفس الوقت ده كان فيه اتنين إخوات موجودين في العربية بتاعتهم خارج الحانة وكانوا مخططين لسرقة الحانة بعد الساعة اتنين علشان ساعتها بيكون المحلة هيقفل وما فيش أي حد من الزباين موجود ورغم النجان كان خايف يسرق لكن أخو كوبر حاول يشجعه وفهمه إن فيه صديق ليه بيشتغل في الحانة وهو اللي قال لهم يهجموا في الوقت ده بالذات ولما بتيجي الساعة اتنين بيمشي كل الزباين وبيدخل ساعتها الاتنين اللصوص وبيصاوبوا المسدسات على بوب ومارف وبيطلبوا منهم يحطوا الفلوس كلها في الشنطة وإلا هيقتلوهم وحاول مارف يقنعهم يتخلوا عن فكرة السرقة لإن الفلوس تعتبر مش بتاعتهم والمسؤول عنها أكبر رئيس عصابة في المدينة لكن اللصوص ماهتمتش الكلامه وطلبوا منه يحط الفلوس كلها في الشنطة وساعتها بوب لاحظ إن الساعة اللي في ايد واحد من اللصوص متعطلة ويسابت على الساعة ستة وربع واضطر مارف يسمع كلامهم وحط الفلوس كلها في الشنطة واخدها اللصوص وهربوا من الحانة بسرعة وبتوصل بعدها الشرطة وبيتكلم الزابط جيمي مع بوب علشان يقدر يعرف أي حاجة عن اللصوص وفهموا بوب إنه مش عارف أي حاجة لإنهم كانوا ملسامين لكن الساعة بتاعت واحد فيهم كانت متعطلة على ستة وربع وبيروح بوب بعدها البيت نادية وبياخد الكلب من عندها وعرفها إنه عمره ما تعامل مع كلب قبل كده ومحتاجها تساعده وروحوا لتنم مع بعض الأقرب ولما سألته عن الاسم اللي هينادي بيه على الكلب عرفها إنه هيطلق عليه اسم روكو وبيرجع بوب للبيت وبيحاول يهتم بالكلب وبعدها بيرجع للحانة بتاعته وبيتكلم مع مارف عن الفلوس اللي اتسرقت ويترى جيسون رئيس أكبر عصابة في المدينة اللي مسؤول عن الحانة هيتصرف معهم إزاي وعلى سيرة الكلام بيوصل جيسون ومعاه المساعد بتاعه وبيطلب منهم يروحوا معاه للعربية وبيتصدموا الاتنين لما بيشوفوا واحد بيتعذب في العربية وبيقول لهم جيسون إنه بيعذبه علشان فكر يخدعوا يلعب من وراه وبعدها تكلم معاهم على موضوع سرقة الحانة وطلب منهم يجيبوا الفلوس بتاعته من اللصوص وإلا هيتصرف معاهم بنفسه وبنعرف إن بوب ومارف هم المالكين الحقيين للحانة لكن جيسون كان مسيطر عليهم وبياخد منهم إرادات الحانة وبيدفع لهم جزء بسيط من المكسب وكأنهم موظفين عنده وكان بيعمل كده مع معظم الحنات وأي حد كان بيعترض على كلامه كان بيموت وفي نفس اليوم بالليل مارف بيقابل كوبر اللي سرق الحانة مع أخوه وبنكتشف إنه هو اللي طلب منهم يسرقوها علشان يقسم الفلوس معاهم بدل ما يخدها جيسون وقال لكوبر إن بسبب موضوع السرقة اللي حصلت الحانة بتاعتهم الفترة اللي جاية هتكون متأمنها كويس ومش هيلاه أحسن منها علشان تكون حانة التسليم ويحطوا فيها كل الفلوس اللي معاهم وهيكون ساعتها أحسن وقت علشان يسرقوا كل الفلوس ويهربوا من البلد كلها وفهموا إن بوب شاف الساعة المتعطلة بتاعت أخوه جان ونصحوا يطلب من أخوه يغيرها ومع الوقت بيتعلق بوب بالكلب جدا وكان بيقضي معاه معظم يومه مع دلوقت اللي بيقضيه في الحانة ولما بتشوفه نادية وهو بيلعب معاه في الحديقة بتقوله إنها اضطرت تسيب شغلها في الحانة وبتحاول تلاقي شغل وممكن تهتم بالكلب بتاعه مقابل مبلغ بسيط لحد ما تلاقي شغل جديد وساعتها بوب فرح جدا لإنه كان معجب بيها وبالطريقة دي هيقدر يشوفها دايما وطلب منها تكتب له رقامها وهيبقى يتصل بيها وبيخرجوا بعدها مع بعض علشان يدربوا الكلب على الطاعة ويلعبوا معاه ولما بتمشي بيجي له شخص غريب وبيقوله إن الكلب بتاعه حلو جدا وطلب من بوب يهتم بيه واستغرب بوب من طريقته وسابوه رجع البيت لكن ساعتها تفاجئ بالشخص ده وهو بيجي له البيت وعرفوا إن اسمه إيريك وإن الكلب بتاعه وفهموا إنه هو اللي ضربه حطه في سالة نفايات لإن حالته النفسية كانت سيئة جدا وقالوا إن معاه رخصة الكلب والطبيعي إن أي كلب بيكون عنده شريحة معدنية في رقابته علشان الحكومة تقدر تعرف مين هو صاحبه الحقيقي عن طريقها ولما بوب قالوا إنه ضربه وما فيش حد هيسمح له يسترد الكلب فهموا إيريك إنه هيقول إن بوب هو اللي ضرب الكلب وعرفوا إنه هيبقى يكمل كلامه معاه في وقت تاني وخد المظلة بتاعت بوب وساب ومشي ولما رجع بوب للحانة اتفاجئ بكيس نفايات مربوط على الصور وتصدم مارفل لما لقى الفلوس اللي تسرقت موجودة في الكيس وكمان إيد الشخص اللي سرقها بالساعة اللي كانت متعطلة وساعتها بوب فهموا إن أكيد جيسون هو اللي باعت الشنطة دي علشان نرجع له الفلوس تاني ويضمن إننا تعلمنا الدرس ودخل المطبخ ولف الإيد بتاعت اللي سف ورقة وكأنها قطعة لحم وكان مارفل مستغرب جدا من طريقته وكأنه متعود يعمل كده والموضوع بالنسبة له عادي لكن بوب ما كانش بيهتم الرأيه علشان عارف إنه لازم يتصرف بسرعة وإلا تحصل مشكلة معاهم وبيتفاجئوا ساعتها بإيريك وهو داخل عليهم الحانة وتصدموا اللي اتنين وقال له مارفل إن الحانة مقفولة ولسه تفتح بعد ساعتين واعتذر له إيريك وفهمه إنه لقى الباب مقفول وعلشان كده افتكر إنهم بدأوا يشتغلوا ولما شاف بوب رحب بيه وسألوا عن نادية علشان يثبت له إنه عارف عنه كل حاجة وبيرقبه ولما خرج من الحانة اتكلم بوب مع مارفو وفهمه إنه هو ده الشخص اللي بيقول إن الكلب بتاعه وساعتها اتصدم لما مارفو قال له إنه يبقى مجرم خطير دخل السجن قبل كده وكمان في ناس بتقول إنه هو اللي قتل ريتشي ويلان اللي كان أصدقائه بيحتفلوا بذكرى وفاته في الحانة وهنا فهم بوب إنه أكيد بيعمل كل ده علشان عاوز منه فلوس ورح بعدها علشان يقابل نادية وسألها لو كانت تعرف إيريك لإنه وصل عنده الحانة وتكلم عنها وكأنه كان يعرفها ولما نادية سمعت اسم إيريك اتضيقت جداً وسبت ومشيت ورح بعدها للحانة ودخل جيسون ومعه المساعد بتاعه كالعادة ودى له بوب زرف موجود فيه الفلوس اللي تسرقت وساعتها جيسون عرفهم إن الحانة بتاعتهم هتبقى حانة التسليم يوم راس السنة ولو حصلت ساعتها أي مشكلة هتكون نهايتهم ولما بيرجع بوب للبيت بيلاقي نادية في انتظاره وبتعتذر له علشان سابته ومشيت فجأة ودخلت معاه البيت وعرفته إن إيريك كان حبيبها من فترة وكانوا بيحبوا بعض ورغم إن في ناس كتير حذرتها منه لكن هو كان كويس معاها لحد ما جات فترة وبقى بيتعامل معاها بطريقة وحشة وكان بيطردها في كل مكان وعلشان كده قررت تبعد عنه وما بقتش بتشوفه خالص وعرفته إنه شخص خطير ونصحته يبعد عنه علشان ما يتقزيش وبيخرج معاها بوب علشان يوصلها للبيت وبيكونوا اللي اتنين بدأوا يحبوا بعض ولما بيرجع البيت بيلاقي المظلة اللي خدها إيريك موجودة في أفص الكلب وبيفهم إنه دخل البيت في غيابه وقرر يتصرف معاه وكان إيريك ساعتها موجود في المطعم وبيدخل عليه مارف وبيتكلم معاه وبيعرفوا إنه هو وبوب يبقوا ولاد عم ومش هيسمح له يقزيه لكن هو ممكن يعمل معاه اتفاق يكسبوا منه فلوس كتير ويبعدوا عن المدينة كلها واستغرب إيريك من كلامه وعرفوا مارف إن الحانة بتاعتهم هتكون حانة التسليم يمرس السنة وساعتها مش هيكون موجود على أساس إنه هيكون مريض وهيكون بوب لوحده ويقدر يسرق منه كل الفلوس ويقسموها مع بعض ووافق إيريك على الخطة واتفقوا على كده وتاني يوم بيروح بوب لبيت إيريك لكن مش بيلاقيه موجود وقبل ما يمشي بيجي إيريك وبيسأله هو بيعمل إيه عند بيته وساعتها بوب سأله هو عاوز منه إيه وليه بيطرده دايما وتفاجئ بإيريك وهو بيطلب منه عشر تلاف دولار مقابل إنه يسيب له الكلب ويسلمه الرخصة بتاعته ويسيبه في حاله ولما بوب رفض تكلمه إيريك عن ريتشي اللي كل الناس بتقول إن إيريك هو اللي قتله ونصحه ينفس كلامه وإنه هيقتله هو كمان وساعتها بوب فاهمه إنه ينفس كلامه وهيديه له الفلوس قبل ما يروح الشغل يوم راس السنة رغم إنه كان متضايق من الموقف اللي بيحصل معاه لكن كان يتعلق بالكلب جدا ومش هيسيبه الإيريك علشان يعزبه تاني وبيجي يوم راس السنة ولما بيتأخر مارف بيروح لبوب للبيت علشان يتطمن عليه وساعتها مارف فاهمه إنه مريض ومش هيقدر يشتغل في الحانة واستغرب بوب من كلامه وفاهمه إن الحانة بتاعتهم هتكون حانة التسليم النهاردة ومش هيقدر يحمل فلوس كلها لوحده لكن مارف كان مصمم على قراره ويتكلم معاه الطريقة وحشة وحاول بوب يفهم لو كان مارف عاوز يعمل حاجة ممكن تسبب له مشكلة لكن مارف فاهمه إنه مش هيعمل حاجة وإنه مريض ومرهق مش أكتر وبيرجع بعدها البيت وبيحط الفلوس اللي هيديها الإيريك قدامه على الترابيزة وبيستنال فترة طويلة ولما بيجي وقت الشغل بياخد معاه الكلب والفلوس والمسدس بتاعه وبيروح الحانة وفي نفس الوقت ده بيدخل إيريك بيت نادية وبيفضل قاعد مستنيها لحد ما بترجع وبتتصدم أول ما بتشوفه وبتسأله هو بيعمل ايه عندها وبتفاهمه إنه موضوعه منتهى وطلبت منه يخرج من بيتها ويسيبها في حالها لكن إيريك اتعصب عليها وهددها إنه هيقتلها لو فكرت تبقى لحد غيره وطلب منها تلبس أحسن حاجة عندها لإنهما يخرجوا مع بعض وساعتها نادية خافت منه جدا واضطرت تنفس كلامه وكان بوب موجود في الحانة وبيبذل كل جهده علشان يقدر يخدم الزباين وفي نفس الوقت ياخد الفلوس من العصابات اللي بتدخل من وقت للتاني ويشيلها في الخزنة علشان يحافظ عليهم رابزة اللي قدامه ولاحز إن نادية كانت خايفة وكان إيريك بيتعامل معاها على أساس إنه بيحبها علشان يدايق بوب ولما راح لبوب علشان ياخد منه مشروب عرفوا إنه كان مستنيه وسألوا ليه غير كلامه وما وصلش بيته علشان يستلم الفلوس زي ما اتفقوا وساعتها إيريك سألوا لو كان جاب معاه الفلوس لكن بوب رفض يرد على سؤاله وحاول يعرف ليه نادية موجودة معاه في الحانة وتفاجئ بإيريك وهو بيقوله إن نادية تبقى حبيبته والطبيعي إنها تكون معاه واعرفوا بوب إنه أول ما يسلمه رخصة الكلب هيسلمه الفلوس لكن إيريك فهمه إنه مش هيسلمه الورقة لإن الكلب بتاعه ومش هيسيبه الحد وكمان هياخد الفلوس وتصدم بوب من كلامه وبتيجي مكلمة لإيريك وبيسيبه علشان يرد على التليفون وبنكتشف إن مارف هو اللي كان بيتصل بيه ويتضايق جدا لما عرف إن إيريك وصل للحانة قبل المعادل اللي اتفقوا عليه لإنهم كانوا متفقين إن إيريك هيدخل الحانة الساعة 2 لما الناس تمشيه علشان يسرق كل الفلوس اللي موجودة في الحانة ويهرب بسرعة وكان مارف مستنيه في العربية برى الحانة وبيرقب من بعيد علشان ياخد معاه إيريك أول ما يسرق الفلوس وقبل ما تيجي الساعة 2 بخمس دقايق بيكون خارج كل الناس وما بقاش فاضل غير إيريك وناديا وساعتها بتيجي مكلمة الإيريك ولما بيخرج علشان يرد على التليفون بتتكلم نادية مع بوب وبتفهمه إنها لما رجعت البيت كان هو موجود وهددها بالقتل لو رفضت تخرج معاه وحاولت تعتذر لبوب لإنها كانت بتحبه وعرفته إنه كان معاه مسدس وإنها كانت مجبورة تسمع كلامه وإلا هيقتلها وبيدخل ساعتها إيريك وبيسأله لو كان جاب الفلوس معاه وهنا بوب اداله العشر تلاف اللي طلبهم علشان يفهم هو عاوز إيه بالزبط واتفاجئ بإيريك وهو بيسيب الفلوس قدامه وبيطلب منه يفتح الخزنة لإنه هياخد كل الفلوس اللي موجودة في الحانة وساعتها فيهم بوب هو كان عاوز إيه وابتدى يتكلم معاه بهدوء وعرفه إنه من عشر سنين هو ومارف بيملكوا الحانة دي وما فيش حد من العصابات كان مسيطن عليهم وفي الفترة دي كان مارف ليه عشرين ألف دولار عند شاب بيشتغل في تجارة المخدرات ولما جيه وقت التسليم الشاب ده رفض يسلمهم الفلوس ياخد فلوسه وساعتها بوب قرر يتصرف ويساعد ابن عمه وقتل الشاب ده برصاصة في قلبه ورصاصة في راسه والشاب ده كان اسمه ريتشي ويلان وتصدم إيريك وناديا من كلامه لما عرفه إن بوب هو اللي قتل ريتشي اللي كل الناس كانت فاكرة إن إيريك هو اللي قتله وتفاجئت ناديا لما بوب طلع مسدسه بسرعة وضرب إيريك رصاصة في رقابته وبعدها رصاصة تانية في راسه وكانت مش مصدقة اللي بيحصل وتكلم بوب عن إيريك قدامها وقال لها إنه متدايق منه لإنه ضرب الكلب اللي مش هيقدر يدفع عن نفسه وكان بيمشي وسط الناس وهو فرحان علشان بيقوله إنه قتل ريتشي رغم إنه مش هو اللي قتله وكان عاوز ياخد مني الفلوس بتاعت العصابات اللي هتكون السبب في موتي وعلشان كده كان لازم يموت وكانت ناديا بتسمعه هي مصدومة وفاكرة إنه هيقتلها هي كمان لكن بوب فاهمها إنه عمره ما هيئزيها وإنه قتلوا علشان كان عاوز يئزيها وإئزي الكلب بتاعه وطلب منها تمشي من الحانة وترجع بيتها علشان ترتاح وساعتها خرجت ناديا وهي مش مصدق إنها لسه عايشة وتاني يوم بيجي جيسون الحانة علشان يستلم الفلوس وقال لبوب إنه اكتشف إن مارفي كان بيحاول يغدعهم واتفق مع إيريك يسرق الحانة وعلشان كده قتلوه ومن النهار ده هو اللي هيبقى رئيس الحانة لوحده وبعد فترة بيروح بوب لبيت ناديا وبيقول لها إنه بيحبها وإنه كان بيحاول يحميها ولو هي مش عاوزة تشوفه تاني هيسيبها في حالها ومش هيرجع لها أبدا وساعتها ناديا فهمته إن هي كمان بتحبه وقررت تعيش معاه وفرح بوب من كلامها وقرر يعيش معاه بقيت حياته وينسى كل حاجة حصلت زمان وانتهى فيلمنا ويرب يكون عجبكم واللي حابب يتابعنا ويشوف بقيت الأفلام يشترك ويفعل الجرس